البداية شكراً لك والسودان الآن يتعرض إلى كارثة طبيعية كبيرة فقد فيها الوطن كثير من الأرواح والأضرار المادية الكبيرة وكثير من السروات الحيوانية والزرع وغيرها وبالتحديد منطقة المناقل في الجزيرة ومنطقة نهر النيل تقريباً من أكثر المناطق التي تعرضت لأضرار بليغة وهناك أغوال كثيرة تحتاج إلى مساحات من زمن كبير عن مسببات هذه الفيضانات أو هذه السيول عفواً باعتبار هناك كثير من الأغاويل التي تحتاج إلى لجنة تحقيق هناك عن طرع تم فتحها في غير موسمة هناك عن مجاري لم يتم تجهيزة وتعميغة أو تنظيفة من 2005 إلى الآن وهناك عن شغل منظم من بعض الجهات لدرف مياه البحر إلى داخل المدن وعلى غاويل كثيرة عبر الوصول خيار المصورة